اشتركوا في القناة بشأن اليمني وهذه جولة سريعة في ابرز ما عنوانته بعض مواقعها الالكترونية البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقا تحذيرات امريكية تلاعب الحوثيين باسعار الوقود يفاقم الازمة الانسانية في اليمن اجراء انفصالي تبع استحداث جوازات حدودية اشتراطات حوثية على حركة المسافرين بين شمال البلاد وجنوبها الحديدة تحركات مكثفة للميليشيات الحوثية تنتهي بالفشل الذريع وخسائر بشرية ومادية فادحة في ثمان جبهات قائد المقاومة الوطنية مهنئا شقيقه محمد بعيد ميلاده السعادة مؤجلة حتى تنتصر على سجانك في وكالة خبر قصف حوثي طال الاعيان المدنية في الجبلية والفاز جنوب الحديدة الضالع ميليشيا الحوثي تقصف بقذائف الدبابات منطقة سليم غربي قاطبة وتضرر منازل من هو السويدي هانز جراندبيرغ الذي عينته الامم المتحدة مبعوثا جديدا لليمن الامم المتحدة مقتلوا اصابة 249 مدنيا في اليمن خلال شهر يونيو الماضي فقط واشنطن تلاعب الحوثي باسعار المحروقات يفاق مؤزمة اليمن في صحيفة الشارع نطالع الامم المتحدة تعلن رسميا تعين السويدي جراندبيرغ مبعوثا امميا جديدا لليمن والاتحاد الاوروبي رحب الاشياء الحوثي تقتل مواطن تحت التعذيب بعد ساعات من اختطافه في البيضاء الامم المتحدة تحذر من نفاذ تمويل المساعدات الانسانية في اليمن وتؤكد ان البلد دخل في خطر كبير البنك المركزي يوالن الشروع باجراءات عقابية ضد البنوك المتخلفة عن نقل مراكزها المالية الى عدن في عدن الغد مجلس التعاون الخليجي نتطلع للعمل مع المبعوث الجديد لليمن لمواصلة جهود حل الازمة رئيس هيئة الاركان الحوثي يدمر اليمن من اجل مشروع ايران الجيش الوطني يصد هجوما لميليشيات الحوثي في مأرب الى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم وعنوينها الخاصة بالشأن اليمني والبداية من الشرق الاوسط الازمة اليمنية بين مشاورات السلام واستمرار الخيار العسكري كوتريش يعين جراندبيرغ خلفا لغريفت هل تنجح تدابير المركزي اليمني في انقاذ العملة وتوحيد العمل المصرفي خبير اقتصادي المصارف المخالفة لتوجيهة البنك ستواجه عقوبات الحوثيون يلملمون صراعات اجنحتهم باستحداث هيئة سرية في سبوتنك الروسية اليمن قيادي في حزب المؤتمر يكشف عن مداولات لحل الازمة بعد تعيين المبعوث الاممي في صحيفة القدس العربية اليمن انهاء اضراب الصرافين في عدن وفي البيان الاماراتية امريكا تلاعب الحوثي باسعار المحروقات يفاقم الازمة في اليمن نقص التمويل يهدد برامج المساعدات الاممية في اليمن صائقة تود بحياة ثلاثة اشخاص يمنيين الحرب الاقتصادية الناعمة المضاربة على العملة نموذجا عنوان لمقال كتبه المحلل الاقتصادي فارس النجار الحروب التي شهدها عالمون قبل ظهور التكنولوجيا الحديثة كانت تندرج نحو مفهوم واحد وهو الحرب الصلبة ورغم خضورتها الا انها كانت معروفة محددة من حيث وضوح اضراف النزاع وساحات مقتالية ومع تدور التكنولوجيا اصبح العالم يستخدم اساليب وادوات مختلفة لكسبي اي معركة تعزز من دوره ونفوذه وهذا ما يعرف بالحرب الناعمة فبالرغم من لونة مصطلحية الا انها اشت فتكا وضروة فهي تطال الجميع في سراع شديد متعدد الاوجه والمتغيرات ولعل الحرب الاقتصادية هي ابرز اوجه الحرب الناعمة التي يسعى لاعبها في الحالة اليمنية اليوم لتحقيق مكاسب طائلة جر انشذة مضاربة على العملة السوق السوداء شبكات التهريب وغسي الاموال ومن خلال يتم استخدام الاقتصاد كآدات لارضاخ الخصوم وتحقيق مكاسب سياسية وما يجعل هذه الحرب اكثر تعقيدا انها تنشى في وضع هش يغيب فيه دور اجهزة الدولة الرقابية والاستخباراتية ويتلاش القضاء الخاص النظيف مقابل ظهور ثكنات اقتصادية موازية تأصف بالاقتصاد الوطني وتجعل خاضعا بشكل تام لقوى الظل تواصل حديث وتطبيقاته وهذا ما يجعل مراقبة في ظل غياب الامن المعلوماتي والقومي صعبا لغاية فلو تابعنا التدهول الكبير الذي تشهد العمر الوطني عن كثب ستجد بان المضاربين وشبكات التهريب وغسيل اموال كان لهم دورا بارزا في هذا التدهور من اتجاه مختلفين الاول يتمثل في شركات الصرافة والمضاربين شبكات التهريب وغسيل اموال التي تتبع جماعة الحوث الانقلابية ويديرها ويحدد تحركاتها خبر ايرانيون فهي امتداد لمثلث الشر الحرس الثوري الايراني حزب الله الحوثين الثاني يتمثل في شركات الصرافة والمضاربين شبكات التهريب وغسيل اموال التي تتبع قوى النفوذ السياسي والعسكري والتي جعلت من هذه الشبكات وسيلة لتبريض اموالها التي جنتها من الكسب غير المشروع وفي ظل هذه المعطيات فان اي جهود لعادة بناء مؤسسات الدولة تجعل هذه القوى اول مستنفرين لإجهاضها وشواهد في واقعنا اليوم واضحة وجلية الا ان تسليم بان الامر قد انتهى وان هذه القوى لا يمكن القضاء عليها مفهوم خاطئ يعتليه السلبية والتفكير السطحي الذي يقبل بالنهاية المسيئة الوطن والتاريخ لذا فان الواقع يحتم علينا الانتقال لا مرحلة جديدة من المواجهة تكون فيها الدولة والمجتمع صفا واحدا وهذا لا يأتي بصناعة وعي جماهير كبير بما هي الحالة الاقتصادية اليمنية واسبابها وسائل حربها وتوجيهها عبر جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني نحو تشكيل حالة من الرقابة المجتمعية التي تواجه هذا الحالة الاقتصادية ومنتسبها وتجعل مكشوفين للمجتمع والعالم والخطوة الاولى تبدأ بكشف معلاميا محاربة الفساد ورفضه تنشأ جيلا يحترم القانون ويتعامل معه كأسه بحياة ومنهاج يقاوم به قوى الشر والظلام لذا فإن دور الإعلام الوطني ومنظمات المجتمع المدني يجب أن يكون حاضر ولو غاب الجميع فالإعلام والمجتمع المدني بمؤسسات مختلفة ونقابات المهنية والعمالية غير المسيسة هي الملاذ الأخير لكسر الجمود وإحداث التغيير الذي يتضلع إليه أبناء شعبنا اليمنية العظيم أما خالد سلمان فقد كتب مقالا تحت عنوان نهاية حرب اليمن مرهونة بتوافقات دولية يمكن تسمية حرب اليمن حربا من ضرف واحد وإن كانت بلا حسم لأن شروط حسمها وتحديدا العاملة الخارجية لم تنضج بعد أو لم يتخذ قرارا بحسمها بانتظار ملفات إقليمية أخرى على ضاولة الاستحقاقات وضات صلة بالشأن اليمنية كالانفاوضات الأمريكية الأوروبية الإيرانية بشأن الملف النووي وترسانة أسلحتها ومساحة تدخلاتها في المنطقة والحوارات السعودية الإيرانية التي ما زالت على المستوى الأمني العسكرية ولم تصل بعد إلى المستوى السياسي المخول باتخاذ القرارات المصيرية النافذة حرب اليمن أريد لها أن تتحدد نهايتها بتوافقات دولية إقليمية بتسويات لقضايا عدة وإبرام صفقات تبادلية وتفكيك بؤر النزاع المهيما عليها إيرانيا مقابل تطبيع العلاقات مع ظهران وإخراجها من قائمة الدول المارقة وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي اليمن مسرح حرب استنزاف من طرف واحد تدفع ثمنه السعودية وتحصل فواتيره السياسية المربحة ظهران وبالتالي مفتاح وقف الحرب أو تخفيض حدتها أو تصعيد المواجهات تبدأ وتنتهي طبعا بتفاهمات دولية في العاصمتين المتحاربتين في اليمن وتبقى كل الأضراف المحلية مجرد أدوات خارج سلطة القرار بجملة واحدة ما يحدث هو حروب إنابة بدمنا دفاعا عن مصالح لا تمتل اليمنيين بصلة إذن الخبر اللافت هذا اليوم هو الأمم المتحدة تعين مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن هذه المرة جراند بيرغ السويدي المبعوث الأممي الجديد أو السويدي جراند بيرغ هذا الاسم هو طرح للأمم المتحدة قبل ما يقارب شهرين حينها تم الاعتراض من الصين بحق استخدام حق الفيتو اعتراضا على تسمية السويدي ما الذي حصل حتى تعود الصين لتعضي الضوء الأخضر مجددا بأن يتم تعيين السويدي وما هي الصفقات التي تمت كل هذه أسئلة ربما تدور في خاطر كل من يقع هذه الأخبار لكن ما يهم اليمنيين هو ما الذي سيقدمه جراند بيرغ خاصة أن معظم اليمنيين لم يعد يكترث لتسمية مبعوث أممي جديد ويروا أن الأمم المتحدة باتت جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل لمناقشة هذا الموضوع ولماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إلي سرني أن يكون ضيفي الأستاذ محمد الشجاع صحفي والكاتب السياسي أهلا بك أستاذ محمد أهلا وسهلا محمد كما سينضم إلينا عبر الهاتف مجموعة من الضيوف الكرام لكن قبل ذلك نتوقف مع فاصل قصر إذن أستاذ محمد كما تابعنا في الفاصل ربما لدى السويدي وهذا ما تحدث عنه أيضا الأمين العام الأمور المتحدة أنتوني كوتاريش بأن السويدي لديها الكثير من الخبرة والدراية بالأوضاع الموجودة في المنطقة ككل ومنها بلادنا هل هذا يعطي مؤشر ربما للتفاؤل بأن المبعوث الجديد سيقدم شيء ما عجز عن تقديمه من سبقه على الإطلاق أعتقد هي مقرد يعني تماهي من المتحدة بالنهاية ما الذي سيقدمه هذا المبعوث الجديد ومن أين سيبدأ حتى إذا كان هناك مشروع يعني جاهز تقريبا من أيام غريفة أو كذا أعتقد لن يكون ناجح بالطريقة التي يريدها اليمنين وصلوا إلى مرحلة من اليأس وصلوا إلى مرحلة من عدم الثقة بالأطراف المتصارعة بالأطراف المتحاربة وحتى الأطراف الدولية الفاعلة في اليمن والوسيطة أعتقد المعوث الأممي الجديد أن يقدم شيء حتى وإن كان هناك مشروع جديد لن يكون ناجح لأن السؤال من أين سيبدأ هذا المبعوث ونفس السؤال كان يطرح أمام غريفة الذي كان كل يوم يقول أن هناك مشروع وكننا نتساءل دائما يعني كيف ما هي هذا المشروع من أين سيبدأ طالما الحوثين بهذا التعنت طالما الإرادة اليمنية أخي الكريم غائبة طالما المجتمع الدولي لا يريد أعتقد مقالة خالد سلمان وصفت المشهد الحقيقي كيف يسير الأمر وما الذي يراد لهذا الصراع في اليمن يعني هناك عدم إحساس في المسؤولية تجاه الحال الإنسانية والوضع الاقتصادي وما يقوم به الحيوثيين كل يوم والانهيار في الأمن والاستقرار في البلد كل هذه الأشياء يعني واضحة جدا هناك صراع خفي هناك كواليس هناك مصالح دولية تتصارع فوق واليمنيين ينتظرون المبعوث الجديد الآن نحن في المبعوث الرابع وهذه أيضا يعني حالة يعني حالة سوء قدر أعتقد يعني أن يحل باليمنيين هذا المشهد جميل نشرك معنا أيضا الأكاديمي اللو سال فارس الدكتور فارس البيل أهلا بك دكتور فارس مرحبا أهلا وسهلا دكتور فارس قوتاريش يبدو متفائلا بمبعوثه الجديد الذي كانت الصين قد اعترضت عليه سابقا ثم تم التوافق عليه في المقابل اليمنيون ربما ليسوا متفائلين بقدر تفاؤل أنتونيو قوتاريش ولا حتى ضيفه هنا الأستاذ محمد الشجاع متفائل بذلك ما هو قراءتك أنت لربما تعيين المبعوث الجديد وما الذي سيقدمه دكتور فارس هل تسمعوني يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فارس البيل سنعود إليه لاحقا لكن أستاذ محمد البعض يقول يبدو الموضوع متشائم كثيرا في حين أن الأمور ربما تحلها ربما يكون للرجل فكرة ودراية ونظرة عن المشهد اليمني يستطيع من خلاله حل حلة الأزمة السياسية الراهنة أخي الكريم المعطيات منذ سبع سنوات تقول غير ذلك نحن قربنا ولد الشيخ قربنا بن عمر قربنا غريفة كل هؤلاء يعني أعتقد لم يقدموا شيء بالمعنى الحقيقي للأزمة اليمنية والمواطن اليمني وللغرافية اليمنية بهذه الصورة يعني حتى أمم العالم الأمم المتحدة لعبت دور أيضا غير مقدي حافظت على موظفيها حافظت على إيصال بعض المساعدات التي تنهب أيضا قز كبير منها يعني بهذه الصورة لكن على مستوى كوسيط في حال الأزمة السياسية لم تقدم شيء اليمنيين ما زالوا يعانوا اليمن متشضية الحوثي متعند كثيرا تقاوز كل الحدود لو تلاحظ الأخبار اليومية والتقارير تقول هناك تخوفات من رفع سعار البترول هناك تخوفات من الألغام هناك تخوفات معاناة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يدرك كل هذه الأشياء التي تحل بالمواطن اليمني كل يوم لكنه لا يقدم حلولا في الواقع يعني ما رب مثلا صواريخ فاليستية تسقط على مارب كل يوم هناك صراع هناك ضحايا بالعشرات للألغام الحديدة أيضا مناطق التماس المواطنين يموتونه كل يوم رغم أن هناك كانت اتفاق السويد قبل سنتين ونص تقريبا ثلاث سنوات يعني كل هذه تعرفه الممتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وبريطانيا كل الدول الفاعلة حتى الصين وروسيا لكن في المقابل ماذا قدم المواطن اليمني للمشهد لم يقدم شيء الإرادة اليمني آخي الكريم غائبة أيضا الأشقاء للأسف الشديد يعني متماهيين اليوم يرحبون للمبعوث الجديد الرابع لكن ما الذي سيقدمه وما الذي قدموهم يعني كحال حقيقي أو حتى معطيات حقيقية نبني عليها واقع جديد الحكومة اليمنية طبعا كانت قد رحبت بالمبعوث الأممي الجديد وأيضا مجلس التعاون الخليجي كان له اليوم بيان مرحبا بالمبعوث الجديد وبكل تأكيد بقية الدول في الإقليم هي مرحبة بهذا المبعوث وهنا أعود إلى الدكتور فارس وأتمنى أن يكون يسمعني في هذه اللحظة دكتور فارس هل تسمعوني؟ أسمعك نعم كنت قد سألتك عن رأيك في المبعوث الأممي الجديد وما الذي سيقدمه للأزمة اليمنية أنتونيو كوتاريش متفائل بمبعوثه الجديد وأيضا ركز على خلفياته وفهمه لطبيعة الصراع في المنطقة باعتباره عامل قبل ذلك في منطقة الشرق الأوسط في المقابل اليمنيون غير متفائلين ومن ضمنهم أيضا ضيفي الأستاذ محمد الشجاع ما هي قراءتك أنت دكتور فارس؟ هو في الحقيقة يجب أن نضع هذه الفكرة وهذا الموضوع في حدوده الطبيعية بمعنى ما الذي يمكن يحدثه أو تحدثه الأمم المتحدة كمنظومة أما المبعوث هو مجرد رسول للمبعوث عفواً للأمم المتحدة هذا من ناحية في كل الأحوال أنا أتصور أن مهمة أي مبعوث هي مجرد تيسير صبر الوصول إلى تسوية أو إلى سلام معين لا يمتلك أي مبعوث عصار سحرية لإحلال السلام وليس مطلوباً منه أن يفرض السلام بقوة أو بإجراءات أكثر مما يستخدم الأدوات النائمة وبذلك يبالغ اليمنيون كثيراً في الاعتماد على الأمم المتحدة وعلى المبعوث الدولي وكأنه عليه أن يفعل كل شيء وكأنه عليه أن يعيد الدوغة وعليه أن يهزم الحوثي وهذا غير منطقي بالمطلق الأمر الآخر وهو مسألة أن الحل يبدأ من تصورات اليمنيين ومشكلة نفسها بمعنى أن على اليمنيين أن يدركوا أن الحلول التي تأتي من خارج هي حلول تراعي أن تصل إلى مرحلة من التسويات لا أقل ولا أكثر لكن ما الذي يريده اليمنيون بالفعل ما الذي يريده اليمنيون في مستقبلهم هذا هو الذي سيصوغ أي حلول قادمة ولذلك الاعتماد على الأمم المتحدة الاعتماد أرى أن هذا المبعوث جاء من السويد والآخر من كذا وخلفياته معينة وفي الأخير يلتزم بأداء مهني موضوعي صحيح يمكن أن تختلف درجات الاهتمام درجات موضوح نوعا ما درجات التحركات لكن في الأخير نحية واحدة دكتور فارس في هذه النقطة بالتحديد لا أريد أن أتجاوزها فقط وإن قاطعتك إذا كان كل هذا الحديث عن ربما دور المبعوث الأممي فقد يسأل سائل لماذا إذن اعترضت الرئاسة اليمنية وأرسلت رسالة إلى أنتونيو كوتريش تطلب تغيير مارتين جريفث واعترضت على كل تلك الأمور التي تعلمها أنت جيدا إذا كان دوره فقط ليس بالمحوري والأساسي اليمن منذ أن بدأت أجزمتها وأدخلت الأمم المتحدة أو سلمتها ملف الأجزم والمعروف والمعلوم لدى كثير من الأطراف أن الأمم المتحدة كما قلت أدأها مجرد مهني أو لتكون هي سكرتارية القواء الدولية الكبرى لا أقل ولا أكثر السحيح ستظهر في أمام الرأي العام أنها قادرة على فعل الشيء لكن في الحقيقة هي لا تمتلك ما لم تكن هناك رغبة دورية التي تسبب أداء الأمم المتحدة في الأخير أداء الأمم المتحدة أداء لا يتجاوز المهنة ولا يتجاوز الموضوع وبأدوات ناعمة في كل الأحوال اعترضت اليمن مثلا على هذا المضعوث أو اشتجك على ذات هي مواقف قد تكون مواقف سياسية لكن في الأخير هي تدرك تماما أو إذا كانت تظن الشرعية أن المضعوث الدولي هذا أو ذات وقادر على حل المشكلة وذات غير قادر على حل المشكلة هذا تصور خاطئ الحل يبدأ من اليمنيين إنما الأمم المتحدة مجرد ميسر مجرد وكل المضعوثين يقولون هذا الكلام صحيح أننا نحتاج منهم ما الذي نحتاج؟ نحتاج أن يكون هناك وضوح وأن يكون هناك توصيف حقيقي للمشكلة وأن لا يصلوا إلى مرحلة التعقيد أما أن ننتظر منهم حلا سحريا فهذا أعتقد أنه مجافي للحقيقة ومجافي للوافع جميل أن نطلب أن يكون هناك تحديد من الذي يعرقل ووضعه أمام الرأي العام وممارسة الضغوط الدبلوماسية التي ينبغي أن تمارس في هذه المسائل جميل ربما هذه النقطة بالتحديد تحتاج إلى مبعوث أممي وهذا لم نجده عموما في السابقين من يحدد المشكلة أين وما هي وإن كان البعض أيضا يقول أن الأمم المتحدة دورها أكبر من ذلك ولكل شاهد ما الذي كانت عليه الأمم المتحدة ومارتين جريفث وغيرها في إيقاف معركة تحرير الحديدة أرحب أيضا بالأستاذ رماح الجبري الصحفي والكاتب السياسي معنا أيضا عبر الهاتف أهلا بك أستاذ رماح أهلا وسهلا استمعت إلى ضيوفي الكرام الأستاذ محمد الشجاع يتحدث بأنه لن يقدم شيء المبعوث الأممي ولن يكون باستطاعته فيما الدكتور فارس البيل يقول بأن الإشكالية أساسا أنه لا دور جوهري ومحوري قد يكون للأمم المتحدة فيه في اليمن وأن الإرادة لدى اليمن ما رأيك أنت في كل ما قيل وأيضا في السويدي مبعوثة أمميا جديدا لليمن طبعا تسليم الملف أوروبيا أو المبعوث الجديد بالجيسية السويدية أو العامل في الاتحاد الأوروبي هو شبه تسليم الملف واعتراف بالفشل الأمريكي والبريطاني في حالة الملف اليمني وتسليم الملف أوروبيا حيث المبعوث الأممي الجديد يستند بشكل أساسي على دعم الاتحاد الأوروبي كما يبدو أن الواقع لن يغير شيء ما لم يكن هناك فرض أمر واقع على الميدان المبعوث الأممي لن يأتي بحلول سهرية المبعوث الأممي أيضا إذا الجديد إذا مضى بنفس وسائل وأساليب من سبقه من المبعوثين وآخرهم غريفيف سيصل إلى نفس النتيجة واستخدام نفس الأسلوب يؤدي لنفس النتيجة وعليهم جميعا الاستفادة مما سبق من التجارب في طار التعامل مع الملجة الحوثية أيضا مسألة أن يأتي جميع المبعوثين بمسألة عدم الانحياز للطرف أو الحياد السلبي نحن أمام ميليشيا إرهابية لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية الأخرى يجب أن تكون هناك الرؤية واضحة للمجتمع الدولي وأمام طرف أو جهة أو منظمات ومؤسسات دولة تطالب باستعادة هذه الدولة تطالب بالقانون بالعدل وذلك الحياد هنا مشكلة والحياد لهذا المجرم الذي لا يزال مارس الإجرام وتشجيعا له على استمرار هذه الجرائم صحيح أن الأمم المتحدة خلال الفترة في إطار تقييم لدور الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية هناك دور سلبي ساهم في مفاهمة الأوضاع الإنسانية وأيضا سياسيا الدور المبعوث الأممي مارتين غريفت أوقف المعركة نحن نستطيع أن نقول أن المعركة في مواجهة الميليشي الحوثية توقفت فعليا باتفاق السويد لم تعد المعركة بذلك الزخم لم تعد الحرب بتلك القوة عندما أوقفت معركة الحديدة وجاءت اتفاق السويد تحول حتى مسار المعركة كان إلى ما قبل اتفاق السويد كان الجيش الوطني مستمر والمعركة مستمرة بانتصارات متوالية بعد أن كانت الميليشي الحوثية في مدينة عدن أو على أطراف مدينة عدن أصبحت تتراجب أو أصبح الجيش كان على أبواب مدينة الصنعاء اتفاق السويد غير قواعد اللعبة غير المعادلة السياسية حتى أصبحت الميليشي الحوثية اليوم هي في موقع الهجوم كانت معركة الحديدة تمثل نقطة تحول للمعركة الوطنية لإضعاف الميليشي الحوثية وهذه نقطة تشتد للدورة البريطانية وللمبعوث الأمم مارتين جريفت وللأمم المتحدة في تخويل مسار المعركة لصالح الميليشي الحوثية أيضا المسار الإنساني مع كل عام نجد أن الأرقام ستضاعف وأن المعاناة الإنسانية مستمرة في ظل دور سلبي بمعنى أن الرهان على الأمم المتحدة رهان خاسر الميليشي الحوثية وقواعد اللعباء لا يمكن تغيرها إلا من خلال فرض واقع جديد ميداني على أرض المعركة وأنا باعتقاد أيضا أن السيطرة على الجبال أو السباب أو ما غير ذلك لا تمثل أهمية استراتيجية أو يمكن أن تغير اللعبة ما يغير قواعد اللعبة هي المدن الكبيرة وأهمها مدينة الحديدة ينبغي أن يكون هناك ضوء أخضر لتجاوز اتفاق بالتوكولم ينبغي أن تتغير قواعد اللعبة وإلا تستمر الميليشي الحوثية في تقدمها وتحقيق الكثير من التقدم والنقاط على الحكومة الشرعية جميل جدا أستاذ محمد أشجاع إذا كان دور الأمم المتحدة غير مجدي دور الأمم المتحدة ومبعوثها لا يمكن المراهنة علي وما إلى ذلك لكن استمعت إلى ما يطرحه لصد رماحة الجبري بالعكس الأمم المتحدة كان لها دور فاعل جدا في إيقاف المعركة بل وقلب وخلط الأوراق وقلب موازين القوى بإيقافها معركة الحديدة صحيح الأمم المتحدة منذ اتفاق ستوك هولم وإيقاف معركة حديدة أوصلت الناس إلى مرحلة من الليأس حتى ضربت القوى السياسية في بعضها ضربت كل أي أمل أو بارقة أمل لدى المواطنين باستعادة طنعاء واستعادة الحديدة الحديدة بالذات الهدف من إيقاف المعركة والاتفاقية كان هدف إنساني بحث وهذا كان كلام فارغ كلام زيف من قبل الأمم المتحدة اليوم يقتلوا بالعشرات الناس طوام من الغام سواء من ضربة الهاون أو ضربة الدبابات يعني مواطنين بيوت مسأجد زراعة الغام كل يوم يعني أعتقد الأمم المتحدة أيضا مدينة مأرب التي لا تقل عدد سكانا عن مدينة الحديدة وفيها لاجئون كثر ومع ذلك لم يتم المعاملة بالمثل على الأقل بالضبط بالضبط أعتقد الأمم المتحدة أخي الكريم فشلت سياسيا خلال أسعب السنوات أو خلال يعني من بعد 2011 فشلت فشلا ذريعا وهي مرتبطة بقوة دولية يجب أن نؤمن بهذا الشيء حتى المبعوث القديد هو مرتبط بأدلوجيا معينة بأهداف وأجندة معينة لن يقدم قديد إلا إذا كان في إطار سياسي معين المشهد والمعطيات تقول أنه لا يمكن أن نصل إلى مرحلة قديدة أو أرضية سياسية قديدة ممكن نبني عليها شيء رمى الآن السؤال أصد محمد ما الذي ربما لدينا مبعوث الآن أممي لدينا مبعوث أمريكي المبعوث الأمريكي تحدث بالأمس ليندر كينغ وقال إن الحوثيين هم من يتحملون المسؤولية الإنسانية والأخلاقية في اليمن بتلاعبهم بأسعار المحروقات وما إلى ذلك هل تعتقد أن هناك ربما سيكون تناغم ما بين المبعوث الأممي للوصول ربما إلى نقطة واضحة ما أشاهده ما ألاحظه أن ربما التصريحات من المبعوث الأمريكي أكثر وضوحاً في تسمية المعرقل ومن يتسبب بهذه المأساة الإنسانية أخي الكريم الدكتور فارس البيل تحدث عن الشفافية حتى الشفافية غير موجودة لدى الأمم المتحدة لو لاحظنا مسيرة خلال سنتين نشوية غريفث كان الإحادة التي قدرها الأمم المتحدة إحادة تأتي على استحياء إحادة غير واضحة رغم أن هناك في الحديدة قتل من اللقان التي كانت تبع على الأمم المتحدة أمام غريفث زرعوا الألغام كان ينزعوها وعندما تمر اللقنة وتعود يعيد زيادة الألغام كل هذه الأمور التي كانت واضحة للعيان أمام الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لم تكن هناك شفافية تعاملوا مع الحوثي على أنه طفل مدلل على أنه جماعة سلام جماعة محبة رغم كل الكوارثة التي صنعها قدم أعين الأمم المتحدة ورغم التقارير اليومية التي ترفعها المنظمات لكن مع ذلك لا توجد شفافية حتى الشفافية افتقدناها الأمم المتحدة فشلت فشل الذريع والإرادة اليمنية أيضا غايبة لأسفة الشديد جميل دكتور فارس التقليل من شأن الأمم المتحدة قد ربما يقول لك البعض أن جمال بن عمر هو من أوصل الحوثيين إلى داخل صنعاب تقاريره المضللة لأمم المتحدة وتخديره أيضا للقوى السياسية اليمنية وما إلى ذلك أيضا تحدث ضيفي الأستاذ رماحة الجبري عن دور غريفث ومن ورائه بريطانيا في إيقاف معركة الحد أيضا التي كان لها تأثير سلبي وربما قلبة الموازين من تبقى مليشية الحوثي في مرحلة الدفاع إلى الآن أصبحت في طور الهجوم وكل هذه الأمور الحديث عن التقليل عن دور الأمم المتحدة وعن دور مبعوثها هو حديث ربما ليس صائبا مئة في المئة فالأمم المتحدة وأيضا مبعوثها الأممي هو من ربما يوجه الرأي العام العالمي أو قد يضلله دعني أوضح حقيقة ليست الأمم المتحدة هي من تسببت بشكل مباشر بهذه الأشياء سأعود إليك في هذه النقطة لكن يقس اليمنيون من الأمم المتحدة الموقفين المتناقضين والموقف الأول أنهم يعني يحملون الأمم المتحدة كل الصفت وكل المشكلة وفي ذات الآن يقولون على الأمم المتحدة أن تفعل ما يفترض أن يفعله هم وأن تحقق لهم كل السلام في لحظة أخرى وهذا أمر خاطئ ولذلك أنا أقول دائما أنه يجب أن توضع الأمم المتحدة في المكان الموضوعي لعملها وطبيعة موقعها وطبيعة حالتها بين الاستقطاب الاستقطاب الصراع الدولي والقوى النافذة دخول الحوثيين وسيطرتهم كان بترتيبات خارجية الأمم المتحدة أدخلت فيها لمحاولة أو تمارسة دور الماعم الماعم لكن الغايات الأخرى أو حتى إيقاف مثلا معركة الحديدية لم تكن الأمم المتحدة لا تستطيع الأمم المتحدة أن تقول هي تعيش دور الوسيط والوسيط في أي مكان يجب أن يأتي ويمثل الحياة بين الأطراف ويحاول تماما أن ينسك بالعصامر من تسطح هكذا أو هكذا ينبغي أن يكون لكن المواقف الأخرى مثلا إيقاف معركة الحديدية إذا كان لأطراف دولية اللغة المباشرة في إيقافها مسألة أيضا دخول الحوثين نفس الكلام كان هناك ضوء أخضر من قوة دولية كبرى مقابل صفقة الملف النووي الإيراني أن تتمدد إيران في اليمن أو في العراف أو في سوريا مقابل أن تذهب لا توقع هذا الاتفاق في الأخير يجب أن نحمل الأمم المتحدة ما تحتمل ونتلب منها ما هو المطلوب منها لا نقلل من دورها وفي ذات الآن لا نحملها أكثر مما يجب كما قلت الأمم المتحدة مجرد كرتارية الدول الكبرى واللغة الناعمة التي تقدمها الدول الكبرى كوسيلة لتجميل المواقف الدولية أو محاولة لتحسين المناطق المشتعلة التي يحدث فيها نوع من الصراع وتكون الأمم المتحدة في هذه اللحظة هي محاولة الإنساء بدائرة السلام نوعاً ولذلك المطلوب لو أراد اليمنون أن يفرضوا على الأمم المتحدة الرؤى الحقيقية لا أن ينتظروا يفرضوا تفرض الدبلوماسية اليمنية والسياسة اليمنية على الأمم المتحدة أن تطبق ما هو موجود لديها من حيث القرار 2020 لكن دكتور فارس الدبلوماسية اليمنية والحكومة الشرعية تقول لك بأن آخر ورقة وهي الاعتراف الدولي هم فقط ما يحافظون عليها في حال أنهم أرادوا الانسحاب من اتفاق ستوكولما وأرادوا ربما أن يعصوا أمراً للأمم المتحدة فيتم تهديدهم بالعصى الطويلة وهي السحبة لاعتراف الدولي منهم لم أسمع بداية السؤال قلت لك بأن الحكومة الشرعية هي تقول بأنها تتماشى مع المجتمع الدولي مع الأمم المتحدة بالتحديد لهدف وغاية هو عدم سحب الاعتراف الدولي من هذه الحكومة الشرعية ولذلك ترضخ لكثير من القرارات عكس ربما ميليشيات الحوثية التي هي بالأخير عصابة لا يهمها شيء ما هو منطقي أن تقول الشرعية هذا الكلام وكأنها مجرد ورقة أو لديها ملف في الأمم المتحدة فإذا سحب الملف انتهى الاعتراف هي أقصد أن دورة الأمم المتحدة مغاير بهذه المسألة لكن الصحيح الضغوط على الشرعية أكثر من باب إنساني من باب التوصل إلى السلام في أقل الدرجات لكن لو نبغي الشرعية أن تنتظر لأن الأمم المتحدة ستظل في حيرة وهي تقول هذا الكلام وكثير من الأطرار كثير من التقارير الدورية الموجودة في الأمم المتحدة تقول أنها في حيرة لا تجد من اليمنيين ما يقود بشكل فعلي إلى مراحل السلام على الشرعية أن تقدم التصور الحقيقي التصور الكامل التصور الشامل الذي هم مصرحة اليمنيين لا مصرحة هي هي معنية بحماية مصالح اليمنيين بحماية أمن اليمنيين بحماية استقرار اليمنيين بإزاحة هذا الخوف وهذه المعاناة عنهم بكل الطرق بما فيها طريقة الأمم المستحدة عليها أن تصفل على الدبلوماسية الدولية وعلى الأطراف الدولية الوسيطة هذه الأمور عندها سينفع المجتمع مدام يتحدث عن الحالة الإنسانية جميل جدا المجتمع الدولي لهذه الضرورات أما أن يجد المجتمع الدولي حالة من الفراغ أماني فإنه يتمدد ويتخبط أيضا وتتخبط الأمم المتحدة في اجتراح المناسبة لليمنين طالما واليمن ذاته لا يملك القدرة الحقيقية على توصيف مشكلته وعلى تقديم العلاج الحقيقي لهذه المشكلة جميل جدا وضحت الفكرة دكتور فارس وضحت هذه الفكرة وهنا أعود إلى الأستاذ رماح الجبري سمعت إلى الدكتور فارس الأياد المرتعشة لا تصنع السلام ولا تصنع الانتصار وما إلى ذلك الاشكالية ليست في ربما الأمم المتحدة بقدر ما هي الاشكالية فينا نحن اليمنيين وعلى رأسها الحكومة الشرائية التي يفترض أنها تحافظ على مصلحة الشعب اليمني على اليمنيين لا أن فقط تخاف من ما قد يصطر من الأمم المتحدة وكأنه كما وصفها الدكتور فارس لديها ملف هناك تخاف أن يتم صحبه أنا أتفق أن الرهان على الأمم المتحدة رهان خاسر وواقع الميدان يعني والواقع يفرضه الميدان يعني يجب أن تكون هناك يعني تغيرات ميدانية حاصلة في الميدان الميشة الحوذية أولا لا تفهم إلا لغة القوة ولم تخضع الاستفاق كستوك هولم إلا بعد أن كانت القوات المشاركة على أبواب مدينة الحديدة المبعوث الأممي الجديد كما يبدو من خلال صيرته الذاتية قليل الخبرة بالصراعات والحروب لم يتولى ملف من قبل بما يخص الصراعات والحروب لديه رتقيل بخصوص التصرفات التي مكنت الميليشة الحوذية أو أقوة من طرف الميليشة الحوذية وإعادة الميليشة الحوذية إلى حجمها الطبيعي في إطار التعامل مع القوى الدولية إذا ما كان عازم على هذا المبعوث الأممي كون ذلك وطريق الحل سيجد المبعوث الأممي الجديد نفسه في صراع أو في مقاطعة مع الميليشة الحوذية أيضا إذا ما استمرت الميليشة الحوذية أو استمر المبعوث الأممي في إطار تقديم العروض من عرض الآخر والميليشة الحوذية ترفض وثم يذهب إلى الحكومة الشرعية ويأتي ببنود جديدة كنا نرفض رفضا كاملا ما يسمى بالإعلان المشترك ونعتبر ذلك استسلاما للأسف الشديد الإعلان المشترك تحول إلى مبادرة فيما بعد من التحالف أو السعودية تستمر التنازلات فيما الميليشة الحوذية تواصل رفض يعني بمعنى أن الميليشة الحوذية سنصل في النهاية إلى أننا هي الممتكة بالزمام الأمور والعالم كله يستجلب أو يحاول أن يسترضيها بالعروض والبيانات من أجل إحلال السلام في اليمن يجب أن يساند المجتمع الدولي العدالة ومستقبل اليمن يجب أن لا تسلم اليمن لإيران لأن هذه الميليشة الحوذية أداة إيرانية تستخدم لتهديد الأمن القومي تستخدم لكن أستاذ رماح لا يمكن المجتمع الدولي أن يأتي ويدافع عن الأرض اليمنية وعن اليمنيين وأن يسلموا إلى إيران أو إلى سين أو إلى صادم مجتمع الدولي ليس جمعية خيرية في الأخير اليمنيون هم من يفترض أن يقوموا بهذا الدور وعلى رأسهم من يمثلهم من يدعي أنه هو السلطة الشرعية التي يتمثل يجب فرض ذلك على الواقع هذه الفكرة بحاجة لتوضيح إذا كان الوقت يسمع سريعا المجتمع الدولي إذا كان عاجزا عن استخدام أساليب وسائل ضغط ضد الميليشيا الحوثية لإجبارها لتحقيق السلام فليترك اليمنين ولا يقيدهم للأسف الشديد المجتمع الدولي اليوم يقيد المعركة في الحديدة المعركة في الحديدة هي قلب الميليشيا الحوثية وإذا ما استمر المجتمع الدولي بقيوده وقراراته في منع التحرص العسكري في الحديدة بمعنى أنه يجب أن يضغط على ميليشيا الحوثية وإلا فليترك الخيار أمام الجيش ليحرر مدينة الحديدة والتحريك المعركة جميل جدا أصدر محمد ما رأيتك ربما لمستقبل المبعوث الأممي الجديد في اليمن وهل بالفعل سترفع المجتمع الدولي كما قال صدر رماح إذا كان عاجزا عن الضغط على ميليشيا الحوثية اليد في الحديدة أما ذلك يحتاج إلى قرار أولا من الحكومة الشرعية وأن تكون قوية بما يكفي لكي تتخدمت لها كذا قرار أخي الكريم الصورة واضحة أن الملف اليمني مرتبط بأجندة عالمية وصراعات إيران والسعودية والصين وروسيا وأمريكا للأسف الشديد والإرادة اليمنية كما قلت أقصد مرة غائبة تماما الشرعية أيضا غائبة لم تقدم حتى لحظة شيء كان يفترض بها أن تقود العملية السياسية أن تجمع الصف الوطني لكن للأسف الشديد حتى لو تركتنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذه الأجندة الموجودة بهذه الشرعية الرخوة لن يحدث أي تغيير الحوثي أستقوع الجميع الحوثي برز بروز شديد اليوم يسيطر على الشمال بشكل وأخضعه تحت تهديد السلاح يغير كل شيء يريده أعتقد هناك إشكالية في الملف اليمني هناك إشكالية محلية هناك إشكالية إقليمية والإقليم فعلا لن يقدم أو المجتمع الدول لن يقدم شيء طرم الإرادة اليمنية غائبة والقيادة متخاذلة أشكرك جزيل الشكر لأستاذ محمد عبد الشجاع الكاتب وأيضا الصحفي كنت ضيفي من القاهرة شكرا جزيلا لك أشكر أيضا موصول الدكتور فارس البيل الأكاديمي كان ضيفا أيضا عبر الهاتف وأيضا لأستاذ رماح الجبري الصحفي والكاتب السياسي والآخر ضيفا عبر الهاتف شكرا لكم جميعا شكر دائما لكم أنتم مشاهد الكرام لما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة غدا حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة